السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي من نوارين الدنيا كلها مطشاط بطولة كاس العرب اللي خلاص بعد اربعة ايام خمس ايام من دلوقتي مطشاط كلها ضرب نار هقولوك السبب احنا عشنا الفترة اللي فاتت دي تلت شهور شهر تسعة وعشرة واحداشر اللي احنا فيه تصفيات كأس العالم عن قارة افريقيا وحللنا المطشاط كلها ركزنا على تونس والجزائر والمغرب ومصر والمطشاط التانية في المجموعات نفسها يعني مثلا مجموعة الجزائر كان مثلا الجزائر هو بيلعب بوركي نفسه ما كناش بنبص على النيجر وجبوتي ومصر مثلا مجموعة مصر ما كانت بتلعب مثلا ليبيا ما كناش بنشوف مباراة انجولا والجابون بالعربي كده ما كانتش بتهمنا يعني حلوة بالعرب دي بما انه مناسبة كأس العرب فلانا اقصدوا ان مطشاط بقى كأس العرب كلها نار لان في نفس المجموعة المطش ده هيهمنا والمطش ده هيهمنا المجموعة التانية اللي بتلعب مطشاطها هتهمنا ان كلهم 16 منتخب عربي انا بالنسبة لي كمصطفى صادق بحلل التلات شهور اللي فاتت الدول منتخب مصر الجزائر تونس المغرب متواجدين في البطولة زائد كمان منتخبات السعودية والامارات وقطر والعراق والاردن والبحر يعد بقى والسوريا وكله فكل مباراة لها اهمية حتى بطولة افريقيا اللي في يناير القادمة ان شاء الله لما تيجي تلعب مثلا منتخب المغرب او منتخب الجزائر او منتخب تونس او مصر لما يجي لعبه هتلاقي المطش اللي بعديه مش ههمنا قوي بسه غنى ومالي مش عارف السنغال وغنية يعني حاجات ايه ممكن نتابع النتيجة الاهداف لكن كمطش يهمنا لا حتى وانت بتلعب في بطولة افريقيا مصر بتلعب الجابون يوم ما اطلع بحلل بحلل مصر بس في الفيديو بتكلم على مصر بس في الفيديو الجزائر مع بروكينا فاسو بتكلم مع الجزائر بس المغرب بسلا وفريق افريقيا بتكلم على المغرب بس في تحليل المباراة تركيزي على المغرب تركيزي على الاخطاء تركيزي على المميزات الجزائر بوركي نفسه الجزائر بس حتى قبل المطش بيوم عملت فيديو خلي بالكو تكسبوا بوركي نفسه ازاي لان هنا الجزائر بيهمني وهنا بوركي نفسه مش هيهمني لكن في طولة كاس العرب يا جماعة كله مساوي انا بالنسبة لي والقناة بتاعتكو دي القناة بتاعتكو دي قناتكو انتو الكرة مختلفة مع مصطفى صادق هتبقى للستاشر منتخب الستاشر منتخب عندي واحد مفيش بقى حد يقول لي انت كابتل انت مصري الكرة مفهاش جنسية الكرة ملهاش جنسية لما هتقول السنين اللي فاتت دي كلها مين كان احسن لعب في العالم مش هتختار ابن بلدك هتقول كريستيانو هتقول ميسي لان الكرة الملعب الكرة الملعب مش عشان انا بحب مصر اوي يجي واحد يقول لي ايرا يكفر منتخب مصر يقول له ده احسن منتخب في العالم هبقى انا كداد الكرة حاجة وحبك لوطلك حاجة طبعا بلدي دي بلدي دي روحي ودمي مصري لكن في الملعب مصر بتلعب مع فرقة هتطلع على القناة هحلل للفرقة دي زي دي ولو هي احسن من مصر هقول هي احسن بكتير من مصر لاني مش هقدر اجذب لان الملعب والمستوى هو لا يخلينا تكلم تمام فيه نقطة مهمة جدا بقى انا متعود من المشاركيننا ومتابعيننا المحترمين بحب تابع تعليقاتهم جدا تعليقاتهم مفيدة وجميلة وروعة وكمان بتدعمنا فيه ناس بتطلع تتكلم على القناة كلام ربنا يحفظكم يا رب بتدعمونا بتدينا الثقة ان احنا هنكمل احنا هنكون متواجدين معاكو القناة بتاعتكو دي في جميع المباريات اليوم الواحد فيه اربع مطار الاربع مطار هنتكلم عنهم بالتوازي والتساوي والعدل والعدل السعودية بتلعب تونس الامارات بتلعب مصر اللي حصل في التسعين دقيقة هقول فعشان خطري عشان خطري مش عايز حد يخش يعلق يشتم بلد اوه ده هنمسح تعليقه وزا لقيناه بيزيد هنعمله بلوك الكورة معمولة ليه ان احنا نتجمع مع بعض ان احنا نحب بعض دي الكورة دي الكورة واحد هيخش يعلق يقولي لا 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 يا كابتن انت كلامك غلط اصل المنتخب بتاعنا مظلوم اصل المنتخب بتاعنا اتحاد الكورة ما وداش لا انا ماليش دعوة بلعبة ما جاتش ولعبة جات انا هتكلم عن التسعين دقيقة يا حبيبي انا هتكلم عن التسعين دقيقة مش مطش مثلا فريق اتغلب اربعة صفر اطلع اقول لا الفريق اللي اتغلب اربعة صفر ده مظلوم حرم عليكم لا انا اللي حصل الجوة الملعب اقوله فعشان خطري لما تدخل تقول تعليق ما تجرحش في حد ما تغلطش في بلد في دولة علشان انت دولتك كمان اللي هيطلع يتكلم على الدولة بتاعتك انا كمان همسحه وهعمله بلوك همسح تعليقه همسح تعليقه وهعمله بلوك فلو سمحت ادخل علق لما تلاقيني بحل المباراة فرقة كسبة فرقة ثلاثة هديها حقها هقول برافو تلاتة اهداف التلاتة ملعبين الهدف الاولاني روعة الهدف التاني روعة ده مش معناها ان انا بشجع الفرقة دي زي في واحد من المشاركين اللي الغاليين عليها او برح في تحليل مباراة برشلونة وبنفيكا فانا بقول ايه برشلونة فريق كبير في التحليل بقى برشلونة فريق كبير واتشافي هيرلندس المدير الفني الجديد ده كان نجم ايام الكرة الجميلة بتاعت برشلونة ولعبه السملعب هو طريقة لعبه بيباصي بلعب كرة حلوة فهو هيعمل هيعمل فرقة حلوة فرقة كرة هو العيب كرة لان برشلونة تستاهل انها تبقى فرقة كرة جميلة انا بتكلم على المطش برشلونة وبنفيكا هو كالعادة على الفكرة هتتقال كتير هيقولك كابتن انت بتشجع برشلونة هقولك على مثل ده مهم جدا في كاس العرب الاهلي والزمالك انا لما ابتدت كان ابتدت تحليلات مطشات الاهلي ومطشات الزمالك ففي السنة اللي انا ابتدت فيها التحليل الاهلي خد بطولة افريقيا فكان بيكسب كان بيكسب على طول فكتب اطلع سلام عليكم ورحمة الله وبركاته للأهلي النهاردة اكتسح الفريق ده السلية كان رائع افشة كان ممتاز الشناوة حرس مرمى ده اللي انا شفته في المطش فيطلع واحد زمالك يقول ايه كابتن انت ليه بتحب الاهل انت كنت نجم في المقاولين في نادي المقاولين مرفوض تبقى في عدل ما بينك من الاهل وزيق اقول له يا حبيبي ده المطش حصل فيه كذا المطش حصل فيه كذا فانا هقول ان حصل كذا لما جي مطش الزمالك يتلعب والزمالك يتغلب من فرقة ضعيفة الزمالك انت غلب من فرقة ضعيفة فانا بطلع بحل للمباراة فبقول لي الزمالك النهار ده ما كانش كان سيء جدا وخز الجماهير وحصل يا الاي بقى تعليقاتني الزمالك هو انت ما بتقولش كلمة حلوة ليه على الزمالك طب والنبي اقول كلمة حلوة انت عندك ابن انت عندك ولد وربنا يحفظه لك يا رب جي سئت هتعمل لمض وحفلات وتجيب له طرطة وهو سئت ولا هتقول له ايه حبيب ليه كده بس زعلتني ركز بقى في اللي جاي وان شاء الله اللي جاي يعني مش هتعمل افرح بقى وبتاقى فهي دي الكورة فانا مش عايز حد يطلع لي بعد المباراة بعد ما تقلص المباراة انا مثلا بتفرق هتربلكم مثلا بسيط ماتش الجزائر وبركرة فسو الاخير بليلي نجم المباراة فانا تلاقي تقول ايه بليلي ده ايه الرواعة بتاعت بليلي ده واحد يطلع بس الحمد لله الجمهور الجزائر زكي يعني واحد يقول لي كابتن هو انت بتكره محرز يا عمي ما بكراشي محرز بس بليلي احسن لعف المباراة دي فبدله حقه فهمتو قصلي ازاي فانا مش عايز حد ما تزعلوش مني مش عايز اتفاجئ بحد بعد كل مباراة مثلا مثلا الاردن مثلا انا عامل مفاجئة او كسب منتخب كبير كسب مصر يعني الاردن كسب مصر اروحانة جاي ايه الله مفاجئة كبيرة بس يستهلوا كرة ايه ده الهدف الاولاني دليل ان الاردن عندهم ثقة وهتكلم في المطر ييجي بقى واحد يقول لي ايه يا كابتن او انت بتكره مصر اكرهش مصر انا بحكي اللي حصل في المباراة فاهمين قصد زي في تصفيات كس كس افريكا اللي فات حسام البدري كان هوم دي الفن مصر لعب في شهر تسعة مطشين لعب مطشين في شهر تسعة حسام البدري لعب مع الجابون ولعب مع انجولا المطش الاولاني انا كاتب في العنوان الفيديو قلت ايه القرف ده ايه القرف ده كلمة مصرية مثلا بتدل على ان انا مش راضي خالص ايه القرف ده والفيديو اللي بعديه المطش اللي بعديه قلت ايه ده تاني برضو ايه القرف ده لتاني مرة فيه ممكن واحد يجي يقولك ايه كابتن انت بتكره مصر انت مصر يا اخي بعدها بيومين المدير فني ماشي بعدها بيومين بعد المطشين وهم راجعين كده من الطيارة استنوا يوم والتحدي الكورة لك قالت حسام البدري يبقى اللي انا الفيديو اللي انا عملته في المطش الاولاني والتاني كان كلام صد كان كلام حقيقي مش تمثيل ومش كد ما بقى طبلش عشان يقولك مصر مصر ده مصطفى صد ده مصر حل وحب لا الكورة القدم ما فاش مصري ولا جزائر ولا تونس لا الجزائريين التوانسة المغربة المصريين لما بيكون اللاعب عندهم وحش بيقول وحش انا محمد صلاح المطشط اللي بيبقى او الفترة اللي بيبقى بعيد فيها انا بقول ليه كده يا صلاح بعيد ليه لازم تبقى عندك لاصرار بتاع زمان تقول ما روحت اوروبا كنت بتقاتل ليه بقيت هادي كده وهو لما بيتقلق ببقى اكتر واحد فرحان واطلع في الفيديو وشي ده بيدحك وفرحان ان صلاح متقلق تمام اتفقنا عشان خطري عشان خطري فرج على المباراة عشان تستمتع بيها يعني لما تلاقي تحليل ان شاء الله المباراة هتخلص من هنا دقايق هتلاقولي داخل بس مباشر فيديو تحليل على طول ادخل بعد المباراة على طول لو سمحت من العدل من العدل انك تسمع تحليل المباراة والله كابتن وصفة بيدي حقه للمنتخب اللي كسبان ما عرفش بقى المنتخب اللي كسبان ده مين امارات ولا مغرب ولا تونس ولا جزائر ولا مصر ما عرفش هتديله حقه فما تطلعش تقولي انت بقى بتشجع اوي متعصب اوي لبلدك انا عارف وربنا يحفظ لك بلدك يا رب لكن ما تطلعش تقولي غلط يا كابتن اللي انت بتقوله لو النبي ادخل قول رأيك ادخل قول رأيك لا يمكن همسح تعليقك لكن هتدخل هتغلط في القناة هتغلط في القناة اللي هي بتاعتكم وهتغلط في اي بلد تاني هعملك هشيل التعليق لو لقيتك بتدخل تقرر كده كتير هعملك بلوك ده كلام مهم جدا جدا انتظرونا بقى في متشاط تانية كتير النهاردة بالليل انتظروا بعد المباراة على طول منشستر سيتي وباريستان جرمان انا بحب المتشاط دي منشستر سيتي وباريستان جرمان اندية من لو قلت احسن خمس اندية في العالم هتحط فيهم باريستان جرمان ومنشستر سيتي يبقى النهاردة ماتش انا هستمتع به غير كمان ان بعد الماتش بدقتين تلاتة ادخل على طول هتشوف تحليلي بس مباشر باذن الله عن المباراة شكرا